اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت عن تلعطي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربنا مارك، ربنا مارك. ربنا مارك. ربنا مارك. قائل رئيسك أناز gravرخ付 د dessέة. أخام رئيسك! يستمروا التفيذة الإطلاط! تحقايف حلب المخزين؟ إذهب!! يا انا مش عالة تتكلم انت احسن اتكلم بس اتاو هينه التابلودة الكلام الفاردة انا مش عايز حدي منكم يديله عنو سيد براهيم مرة تانية مفهوم مفهوم يا فنة يالله حد كوبات مية حد كورس كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ انا انا اسف يا استاذ ابراهيم على الحصل ده اسف جدا وقعدك بشرفي ان الحصل ده مش هتكرر مرة تانية بس على شرط ما بلاش الدماغ النشفة احنا في غنى عن كل انواع العنف انت فكرنا عزي منك ايه حاجة بسيطة جدا اسناء شركات بس انت تعرفنا مين اعرف كويس يفعي اذا انتعرف كمان اني مش هاعدم الوسيلة الا خليك بعد تتكلم بس انا يعني اصلي من انصار الزو اه وش نتكلم بالزو احسن ما ليش شركة انا مش باهم انت بتحول تتسطر على مين يا بني ادم دون ناس وادوك في داهية ونافى دون ما بلدوهم اسمع كلام يا ارهيم اسمع كلام انا طوعني هي كلمة كلمة واحدة هتخلص رأبتك من حبل مش ناقة فارضو مفيش فايدة الدماغ النشفة شوف بقى يا برينا فاندي هم اقولك يا حبيبي انت حتتكلم حتتكلم هنا الدماغ النشفة تنكسر ده تالت يوم يفوت من غيرنا نسمع خبر عن ابراهيم يعني حنبضر كده قاعدين متكتفين من غيرنا نعمل اي حاجة ما تقلقش نشف خليل مسيرو يجي باللحظة والتانية واكيد هيجيب لنا اخبار معانو بجي هو خير ابراهيم فاصل علينا جرى له حاجة نعلوه هناك من اربع تيام انا ضررته صحبية مع التمارجي وقدر يطميني عليه ما قدرت استقابله بكرة حقابله النهر ده بعتلي الجاب ده مع التمارجي اصدقائي العساء اتطمنوا انا بخير نقلت للأسر العيني لأعالج من أسار الضرب المبرح وقد تماسلت للشفاء والحمد لله وانا ألقى هنا معاملة حسنة وانعقدت صداقة طيبة بيني وبين الضابط المكلف بحراستي انه شاب مهزد ولا يقل وطني عني وان اختلف في واجبه ونحن نحاول دائما ان نقتل الوقت معا فانا سجين بصفة رسمية وهو بحكم مهنته سجين معا الابرة أستاذ معاني اذنك راجح حالك وانا سجين بصفة رسمية وأنا البعض وانا وانا بمحكم مهنته وانا نجيد وانا نجيب وانا نجيب اقتصر بكم، طيب بس قل بنا تباية، بيوتنا كلها مترأة بالشفر كل سنة انت طيب يا عزت انت طيب انشاء الله بكثيرة، مازيزة، زوء من نفسهم والذي، حلوان دولد من مي، تالفان اشتركوا في القناة 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 سيداتي وسادتي نذيء عليكم اخبارا هامة جاءنا البيان التالي من وزارة الداخلية استطاع ابراهيم حمدي المتعب الاول في قضية المحوم عبدالرحيم باشا شكري الهرب هذا المساء من مستشفى القصر العيني ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها خمسة الاف جنيه لكل من يقبض عليه او يدلي بمعلمات تساعد في القبض على المتاهم المذكور كما اصدر الحاكم العسكري امرا بمعاقبة كل من يساعد المتاهم في عربه او يمتنع عن الادلاء بما لديه من معلومات بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واليكم نص الامر العسكري اشتركوا في القناة انت بدقيت انا ما سمعت البيان قلتش فاكا نفسي غالي للدرجات محي وجودي فاية حتى ما فيش وراغي للمتاعك انا شايف ان احسن نسيب البيت تفتكر يا استاذ ابراهيم ان بابا بعد ما فتح لك بيته حيخاف من بيان زي ده لا بس انا اعرف اكتر منكم الامر العسكري ده معناه ايه الامر العسكري ده ملوش غير معنى واحد انه محدش فيهم عارف انت فيهم انا جبتلك كلبين من بطا بابا اصلي بجامات محي ازوني ماكوش خلقاتك ادلش ايش ايش ام المترجم للقناة 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 المترجم لقناة بقرة عبدالحليدي مش هاي بلنا غنط اكيد لا اهم الشي انه يتطامن علي اني قاعد في البيتة بمطة طويلة وبعد كده انتهز اول فرصة واخه من غير ما يشوفني ولا يمشي وراي ها 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 نفعل أفضل كم نافعل تبين است fleشط ارجح لم لا هوا ماذا؟ ولا علاوش الموطنة نوال نوال من ساعة ما براهيم جان بيته انت مش حالة بعدك سمحت لهميني بقى حقيتك ايه بصدته؟ مش عارف مش عارفة جان بني بحالي نوال بلشت فكر في براهيم ده ده ملاش مستقبل خالص موسيقى وحاوية وحاوية ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها خمسة هلاف جنيه لكل من يقبض عليه او يدلي بمعلومات تساعد في القبض على المتهم المذكور كما اصدر الحاكم العسكري امرا بمعاقبة كل من يساعد المتهم في عربه او يمتنع عن الادلاء بما لديه من معلومات بالسجن يا اخي انت بأهلك ساعة تتكلم انا مش فاهمتي تعالوا استوصل ايه؟ حلمك علي يا عم انا اعطي اني بعد ما شفت بعنيني يا دول دليل وطنيتك يكون ليه الشرف لو سيادتك تقبل وتجوزلي سامي طيب افرط ما قبلتش ما انت قابل كده انا بتاخرح ايوا يا عمي انا فاهم بس دلوقتي الوضع تغير انا مش ببصل سامي على انها بنت عميه بس انا ببصلها على انها بنت اكبر راجل وطني في البلد وطنيتك ولو حضرتك رفضت ما فيش داعي بالكلام ده انت برضو ابن اخويا وسمية بنتعمك حاب ارض عليك امتي الليلة بعد الفتر قصر حبيت في حاجا ملاقك لا 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 مش عيد حاجة عمزات حاجة عمزات حاجة موكرة تتهك كتير كتير قوي ابراهيم بإذن الله اصلي فتقبت دلوقتي بس انا بعجي سنة وشوية ما تحكتش بتحيالي جعان دحك بتحب اقولك نكدة اريت كان في مرة واحد كان في مرة انا كان من هارك كان في مرة واحد ما بيتحكش داخل عندي ناس بيتحكوا اما بطلوا يتحكوا ايه كان لامتالي بتولي براي مش هي دي حقيقة زنبوكم ايه زنبوكم ايه تعدوا نهار خايفين لجلكوا حد من ضيوف وتعدوا الليل في الصعر والهم وكل دا بسبب انا بسبب الضيف التقيل اللي فرق نفسه عليكم اتوا صغوري انت اول مرة بقى فيها ضيف تقيل انا عمر ما زورت حد من قريبي انتو مش ضيف يا ابراهيم انت انسان ام بواجبه وحنا كمان امنا بواجبنا صحيح تلاقي بابا شايل الهم لكن فقررت نفسه سعيد سعيد انه الظروف سمحت له انه اقدمناك الخدمة دي بتخدعيش نفسك يا ناول كل اللي زينا وكل اللي حوالينا ما عرفوش معنا الكلمة دي انا عارف ان قبل ما اخش البيت دا قد حادك كلها ضحك وابتساماتي وعشان كده كل مناياه دلوقتي نخرج نهارتا قبل بكرة بتركح الابتسامة تنور البيت زي زماني ولو اني مش هكون معاكم عشان اشوفها بتركح الابتسامة تنور البيت دا هنبقى سعادة يا مرحي مالك في حاجة مالي ايه عامل كده زي التاية هتبت دور على حد لا ابدا بس مستغرب شوي مستغرب علي ايه اصلا فهمي عبدالعزيز مش شايف القصر يعني النهاردة انت متردشي تلعت القلوم ها دا اللي كنت خايف منه امتى حصل الكلام دا مبارح الفجر ميتهمينوا بانوا ساعدك على الهرب دول بيعتقلوا اي حد يشوكوا فيه دلوقت هنعمل ايه ابتدي نفكر من جديد اظن نازم نفكر بسرعة البلد كلها ايما على رجل والبوليس مش نخلي حتة مبيفتش هاش ايه 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 مالك فيه حاجة وانتوا قطينوا ايه؟ هو انا اجبت تنفس مش ممكن يا استخيل في اول فرحات يا زاهر بقى احنا مرضي ناش بالدكتوري اللي نتقدم لها نوم نرميها للود اللي اخمه عبد الحميد ده يا تحيع علي وفهميلي عبد الحميد بيهددنا ان ما تجوز سامي حيبلغ عنا يا ابني اللي يعمله انا يستحيلها بمزي رميالي ابدا انت فاهم؟ يا تحيع علي ما اقولك الله انت ما انت عارف عبد الحميد وعارف اخناه احنا لازم ناخده بالسياسة احنا لازم ناخده بالسياسة من يوم ما شفناه وعارفنا يا ناس افهموني الله وانا لسه كملت كلامي احنا ناخده على العقل نفهمه ان احنا قابلين ياخد ساميه ولما ابراهيم يمسي ونقرص من تأديده نرفضه مش ممكن يا استخيل انا مبطيش اشوفه في العيهات المهددش لما نجده اخر يا بيدي اذا كنت انت مبطيش ساعة انا ما بترغوش دقيقة واحدة لكن اعمل ايه؟ المسألة بس في الايلي اوعيدك انه مش حيجوزك عرف خلاص اعملوا اي حدا متأين وتفتكر يا بابا عبد الحميد تخيل عن ايه اللعبة دي؟ والله اي من اعرف يابلي اوه انا باعمل اللي بيقضفني عليه ربنا اسمعي يا محي ايه الله ما فيش داعي تجيب البرحيم سبت الجواسة دي فهمه ان عبد الحميد جاي الليلة وعروز يقابله ضروري وخليه بقى يعمل ترتيبه حاضر قولي يا روحي هو ما اتصلت في بلسه بحد من الصعاب لسه لا حوله ولا افضل بتاقنا بالله جاي مخصوص عشان يقابلني؟ ايوه عاوز نتعرف بيك وودي من رأيه انك لازم تقابله وانا متهائل كده احسن بدل ما نخاف منه نخليه خاف معانا نخاف، 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 الكلمة دي بقى تحكم البيت وازاي نتخلص منها؟ انا اقولك في واحد نقدر نتصل بي دلوقتي مين؟ فتح المليكي انا مستعدة وحاق له لازمنا حد تاني يقوم بالمهمة دي زي مين يعني؟ نوال نوال اختي؟ اختي مش ممكن تشترك في موضيع زيدي ابراهيم كفاية انا؟ انا خايف البوليس يكون مراعب فتح المليكي ولو رحت انت حيراق بك انما نوال تقدر تروح لانها صحفة اخته احنا ما عندناش بنات يروحوا قبله شبان اغراب لوحده هتروح له في وسط عدده مش هتقول على اسمها ولا اسمك ولا هتقول انا فين ولو وحتى لو وافقتنا مابا مش ممكن اوافق والدك مش ضروري يعرف انا بقى ليه هنا يوم وده التاني انما حاسس انكم مش قادرين تستحملوني اكتر من كده مفيش قد تهمي طريقة تانية اعيزها تروح لقلده دلوقتي والدك زمانه نايم يعني تلحق تروح و ترجع عبر الفطار بعد ما تسيب ميدال الاصغار تاخد شارع اسماعيل بعد متين متر عن ناصية هتلاقي نمرة خمستاشر اذا فتح لك حد غريب قولي انك زميرت في الكلية و جاية تستيل في كراسة المحاضرات ايو بس خايفة لا ابدا بس بفكر حقول ايه لماما علشان ترضى تسيبه قولي لها انك راح لفوزية صاحبتك او اي حد من زميناتك مش هترضى قولي لها انك لازم تروحي تسوريه قبل ما تيجي تزورك هيا والطب علينا فكرة هو اسم ايه قد حجمي ليكي خل دبالك من نفسك انا والي اتتحوريش بدون داعي اذا شعرت بحد بيتل طبعك او بدائك ارجاعي على طول بس ضروري تكون هنا قبل بابا وما يصحى حاضر اشتري نعم الوسيس فتحي موجود نقوله ميه فنا اقوله سمينته فكلية تبدالي في واحدة ست عزالة طيب موسيقى 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 مالك مالهية في قوصة يباني الواحد مش جاتي من بره خلاص ايه طب يلا راحي اقلع جذبتك وشربك وتعالي احسن اختك لو يا بوز ما مش رجي تساعدي بحاجة حاضر مالك مفيش حاجة كنت فيل لغاية دلوقتي كنت عندي فوزية خفت لذورنا فارحت وذورتها لا يا شيخ علينا الكلام ده ومالي انا هكون فيه مش عرفني والبيت ده الواحد بقى اعرف فيه حاجة خالص ايه بس اللي متعالك يا سامي مفيش حاجة خليك انت في سبراهيم بتاعك الان اللي مزعني انا حاجة ده انا مبسوطة مبسوطة خالص انت بتفكري فوحد محكوم عليه بالاعدام وانا جات اسمتي فوحد بايد ما كاملش تعاليمه تعرف يا سامي انا بيتهيقلي انك بتحب العبد الحميد زي زمان لو كان بيتهيقلي كده تبقى غلطة خلاص بقى اما الاهل لمفعلك ضبابة حلف انه مش هتتجوزي طب كفايا بقى انا وانسيبيني الواحدة انا مش عالي باعد ما احطت خالص روحي بيك سامي انت مكلتش حال يا حبيبتي الحمد لله شي بعض طب مش هتحال يا بنتي ما عندي شي نفس لازم سا عبد الحميد شرف انا عندي قبله انا عندي صفوسو جدادة ومفتاح انت يا نواشي انا حاقبله ااخد القروة فقط المصفرين مش هتوم تعبله لا بلاش نستنبه احصل لما هو ويندالينا انتو مشافرين بالمفتاح ليه انت فترت فاتر الحمد لله بابا فقط المصفرين شكرا اذاكي سناح اذاكي عمي اذاكي عمي مش مور من حقابله قابله وروح اقولي البابا كده فيجي موت نفسه اناكي عقل عمال دانتو وقد الحكاية جد قوي يلا حببت يقومي يسوي شعك ولا قولك نخليه كده منكوش احتا يمكن يغير رأيه روح يا بنت اعملي كوبات شربات لابن عمك ايوه يا ابني بس الحاجات اللي سيدي عاوزة استعداد هي الشربات والملبس والمعازي وماله وماله وانا اديها ودود يا اخي انت بتقول على نفسك سكي ونبيه وتفهمها وهي طيب الشهادة اللي الله عمل طيب ما تعرفش ان الحاجات دي استحيل تتم طول ما براهيم موجود عندنا ايوه صحيح هو الاستاذ ابراهيم فين مشباين عاوز اشوفه اسلم عليه علشان يحصل لي الشرف انت اي لهم يا نوال اتفضل يا ابني عشت يا عمي وهو الاستاذ ابراهيم هيسيب البيت امتى عمي والله هي علم علمك عن اذنك اجيب القرنال بتاعي اتفضل عمي خير يا زاهر في حاجة جاية تنفي السوية اما ده موتيل بشكل اهلا 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 انا سعيد جدا اني بتعرف بالبطل الكبير لانقذ البلد من الخوانة اتفضل اهلا وسهلا اشرف لينا اه وارجوك من النهاردة وطارها تعتبرني زي موحي تمام اي حاجة تفتكي راضر عملها لك اقول لي عليها وانا اقطع نفسي حتت على شكل شكر العفو انما تعرف انه ما كانش في حد قبر ممكن يصدق انك انت الاستخابي انا ده انا نفسي لما شفتك بعيني الاثنين دول برضو ما صدقتش ايه الكلام الفارغ اللي كنت بتقوله ده يا اخي شوف لك سيرة تانية حاضر يا عمي اخبار البلد ايه الاخبار زفت باعوا البلد للانجليز في شربة مية الواحد مش عارف يعمل ايه نفسي يلاقي شوية جدعان زي كده واحنا انطرباء على دماغهم يا سلام لو تتنازلوا تخلينا ساعدك انا سوي لك الهويل يا سلام من امت باع الوطنية دي كلها يا سعبد الحميد بسمع موحي انت بتعرفني شويس تبدأ تساكن زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم انا نفسي اكون دراعك اليمين دلوقتي وبعدين حتى لما تسيب البيت على فكرة انت تسيب البيت امتى بعد اسبوعين يا اسبوعين لما يروح الجو خالص على موط المنت هنا انا تحت امرك اي خدمة انا مستعد انا متأكد من كلامك وفي خدمة فعلا امر قبل تعرف حد في البوليس ليه عايز اسأل على جماعة من اصحابي واشوف اخبارهم ايه انتقلوهم ولا لا في زابط المحافظة حبيب الروح بالروح عايز اسأل علي مين عبد الحميد مانوش دعوة بالحاجان دي يا سيدي انت ايه اللي حاشرك بس عايز اسأل على محمد المرتضى وثمير ايوب محمد المرتضى وثمير ايوب خلاص اول فرصة اجاب لخبرهم اقضي اخبارهم انا هتكل عليك في كم خدمة فعلا في بخر الاسبوعين اللي انا اعدهم هنا بس ارجوك وانت بتسأل صحبك الزابط ده ما تبينش اهتمام زيادة عن لزوم يعني اسأله بالراحة كده خد يومين ثلاثة اربعة حتى المهم ما يشكش ابدا من الناحية دي الطمي عن اذنك انا فيه راح اصلي عندي انت ايه اللي عملته ده لازم اكسب ثقته طال يبي يا ابني مثل يمكن يروح يبلغ عن اصعابك ما يهمش ما يهمش ازاك ماليش اصعاب بالعسامة دي امار بين زامن اجو ابو ديك ازايك بنت عمي ايه انت مش عادة معنا ليه انت بوزة كده ليه سيبني في حاجة ايه لمزع عليك ابعد عني لاندهلك بقى انت بوزة كده ايه 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 كيف تفعله؟ دلوقتي هجبلك بيت بحاله وكل الوم انا كنا ساوا زمان كنت بتسرق البسكويت من بتاع البرندور دلوقتي تقدر تقولي هتسرقلي البت منين؟ اسمع بيت انت، بلاش طولة لساني على الوم انا عزلك انا عارف انك انتي ما بتتكلميش بالساني بتتكلمي بالسان العيلة اللي ظلمنتني وظلمتك معايا محد الزمت انت اللي فضلت داير ثلاث سنين في الكبريهات لحد ما ضيحت من ايدك الشهادة اعوذ بالله رجعني في الشهادات يا ست حاضر هزاكر من قول مبيت هجبلك مليون شهادة بس على شرط ايهو؟ تذكري معايا تسمعيني درس الدرس ايه درد عندي يا سافل؟ لو كنت سافل كان زماني بجيبي خمس سلاف جنيه تلفون صغير لحمان بيت تعبولي السياسي ويبقى بجيبي خمس سلاف شهادة من البنك الاهلي وتودينا كلنا بداية؟ دا لو كنت سافل زم ما بتقولي خلاص يا سيدي انا نصدق انك بطل وانك شهر تسمح بقى سمي 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 ارجوك اتحكي ابتسني ولا المراهة حاضر اديهد حتة اتصدى البقى اتصدى بس اشوف البقرة مش عايد اشوفك لا بقرة ولا بعده ولا اي يوم تانى بعدك هتشوفيني بقرة وبعده كل يوم من عمرك مش عايد اشوفك ولا بقرة ولا بعده ولا اي يوم تانى وانت تموت في الدبابي برغلية اتصدق انك مجرد اتصدق انك مجرد اتصدق انك مجرد اصحى يا فالم واحد انك مجرد امعجل انك مجرد امعجل انك مجرد ابراهيم ابراهيم اصحى عشان صحور انا بشناني انا كمان عيني مغمبضتش قليه كنت بفكر فعالي شهر عبد الحميد وفهروبك وفي الكلام اللي انتقولي على فتح المليدي ابراهيم انا موافق ان انا من تروح مكرة جبلك البدلة انا 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 都是 انا 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 تقولي الابراهيم هستم؟ نهاردا جنبل الم KoreH موسيقى 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 يا نوال يا نوال النهاردة ايو اسمع ابراهيم اذا ما كنتش متأكد من العملية دي بلاش خليك قاعد معنا لحد ما تطمن يوم وليومين زيادة مش هيفرقوا شكرا يا موحي لكن احسن نسيب البيت متأكد ان عمر محنس اليومين اللي قاعدتهم معك طبعا من قصته حياتي مش ممكن عمس جماعي لكم المهم انك تكون متطمن على نفسك ولكم احنا متطمنون عليك انا عمر محن تطمن على نفسي ولا حد يتطمن عليها اللي ارجوه منك بلاش تقولي الحكاية دي لوالدك اللي في اخر لحظة عشان كل شيء يمش تقبيه عشان يعرفين هم موصد عشان كافيا موصد اينا صحيح موصد موصد أقدر أطلب بينك خدمة والله البادلة اللي جبتيه أجيبها معطوان تسمحي تخياتي أصلح بادلة زابط ما يصحش يكون فيها حاجة معطوان هيا فيه بلي بس يا نوالي طبعا ما يهمكش ما يهمكش حيك ما يهمك هي يعني بس هي بس ما يهمنيش أنا بريتش حاجة تهميني في الدنيا اللي أنت لو كان بيهمك بزعية ما كنتش نسيب البيت غير من لما تقولي أنت رايح فيه أتمن عليك إزاي ترا حتى بيتهيقني إنك خايف مني أنا أنا خايف عليك أنا خايف عليكم كلكم أنا حياتي كلها الخطر قبل ما عرفك أنا والكت إنسان تاني ما كنتش عارف معنى الخوف من يوم ما تخلت البيت ده من يوم ما عرفتك أصبحت خايف خايف عليك من مستقبلي من المتاعك اللي بجراها ورايك كفاية اللي استحملتو عشان خاطري اليومين دول أنا ما بيهمنيش الخاطر بيهمني إني أضمن عليك يمكن تكون عريس حاجة أقدر أعمل هيك أنا مش جبتلك البدلة يمكن أقدر أجيب لك حاجة تاني أخلف لك إن بعد ما أخرب من البيت ده مش عارف حرف فيه مش عارف لازم في طريقة توصدني لك قول لك مش وثق فيها قول لني مهمك نوال يا الفايدة مش هتصلاحي البدلة نوال اسمعي في طريقة واحدة بعد ما أسيب البيت تستنيني كل يوم اثنين وكل يوم أربعة في مدان عبد المنع من الساعة 11 بس كنت في مصر حجيلك ولا حبعت لك حد يطمنك علي ويقول لك أنا فيني دي الطريقة الوحيدة أنا مش عايزة أكتر من كده موسيقى 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 السلام عليك يا أخي نعم عاوزي فين أبراهيم جوه فوقت يعاوز حاجة أعوز أكلمه حاجة مساء الخير يا أستاذ أبراهيم أما أنا مبرح سيغلت فهرة وطنية للصبح مع الضابط اللي قلت لك عليه وهيجب لي اسم المعتقلين كلهم إن شاء الله مش هدي حيلك أنت بتعملي خدمة كبيرة قوي النهاردة بالليل حديك أسامي لاستنين ويمكن أطلب منك تتصل بيهم أنا رهن الإشارة متهار أنك بتطلب من عبد الحميد حاجات ما هوش قدها يا أخي أنت مالك وأنا كل ما أتكلم مع الراججة تعجر قال تعطقت أنني مش قدها يا أستاذ أبراهيم لا لا بالعكس يا عبد الحميد أنت قدها قدود يقول لي أنت جاي على الفطار من عبده لا لو كان صاحبك عسل لا لا أبدا إن كنت عاوزي أنت عارف يا موحي أنا ما عنديش مانع بس عمي كلمة كده كلمة كده أقول لك تعالى بكرة أحسن بكرة على فكرة يا أستاذ أبراهيم عارسي أسألك سؤال محيارني شوية نعم من إمبارح وأنا بسأله النفس أنت ليه عملت كده ليه ضحيط بمستقبلك وبحياتك وبراحتك من غير أي مكسن الرابط بسيط يا عبد الحميد ويتلخص في كلمة واحدة إيه هي الإيمان لو كان لك مبدأ تؤمن بيه كانش السؤال ده يحيارك الإيمان حسنا حسنا يا أبقى مستغلين اشتركوا في القناة 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 ابراهيم ابراهيم خارك خارك ازاي؟ ساب البيت ومشي وقفين وين رقفين؟ ما عرفش بوريك رقفين؟ والله العظيم ما عرفش طبعا ما تعرفيش والمغفر الكبير اللي هو انا برضو ما عرفش خطة ورسمتوها عشان تضحكوا علي مش كده؟ ودلوعة تتفاضل سي عبد الحميد من جار مطروف مفيش جوائك مفيش فلوس لا، انا لحمي ما اتجلش هرانطة انا هواديكوا في ضحية انا لحمي مر قبل حميد عبد الحميد في حرام عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في شارع العباسية وبعدين 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 ركب العربية وبعدين وفترة مني انت من شوية قلتلي انك عرفت هو مستخد بفين فعلا ايوة في العباسية اه وشفت نمرة العربية على كده لا يا فنم اصله هو ركب العربية بسرعة والعربية طلعت اوامه وكانت نمرة ممسوحة وملحيتش صراحة طب ملمحتش اي رقم ايوة اه تمانية واحد بس والله مش فاكر لبقى العربية لنها ايه اه سودة الهانم كانت معاك لا حضرتك ساكن في العباسية لا يا فنم انا كنت رايح العباسية علشان اقابل واحد صاحبي هو في الواقع مش في العباسية هو في مصر جديدة وكتراح عمله بوليس التامين ونجد في العباسية عشان اقض ترمواي لابير وصاحبك ده اسمه ايه اسمه محمود متولي الواقع ده معلومات قيمة فعلا وحتساعدنا كتير انا في الخير ما يا فنم احمد ايه حيامل اللازم همام بي حيأخرهم شوية قدامك دقيقة من دلوقتي بسرعة على كل حال احنا متشكرين خالص انا عرفت حاجة جديدة لازم تجيني برضو ولا يمكن تفتكر حاجة سيب تقولها لي تجيني على طول احنا بنعتمد على اللي زيك اللي قلبوهم على البلد مع الف سلامة يا هانم اتمن بخير على فكرة يا سيد عبد حميد وانت خارج والله يسيب عنوانك عند السكرتير اذا سمحت علشان يمكن نحتاج لك نكتب الكلمتين اللي قرتوهم دول في محضر اولا اقول لك بلاش محضر انا الكلام اللي بسمعه بينطبع هنا تفضلوا في حفظ الله ازاي تسمح لنفسك تعملي كله من انت بنت زيك تخش المحافظة انا كنت خايفة لتكن زعلان لا يا شيخة علي انا الكلام ده انت كنت خايفة على اهلك وعلى شيء برايين بتاعكم ابدا يا عبد الحميد انا محدش همني قد كنت خايفة عليك من ايه بقى سيدين من انك تعمل اي شيء يفرق بينهم وترجعنيش لا يا شيخة روح اقول الكلام ده لأهلك انا خلاص مش هنجوز بس اتمن تعلي اتمن تعلي اتمن تعلي فضالي مش هتطلع معي لا انا مش هقول لحد احنا كنا فين قول لي عجبك طب امتى حشوف ما تتأخرش عشان ما حدش يلاحظ عك لما شوف فضالي بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ علمي علمك انما علاء شافه خد تاكس وراح المحافظة وسامي وراح خد التاكس وبعد شوى رجع البيت والبوليس بتديرها اكيد سامي حصلته ابنه يتكلم انا بقول كده برضي انما هو عبد الحميد عارف انه مترائد لا ما يعرفش اسمع الفتح بكرة الاربع نوال حتستناني زي ما اتفقنا لازم اقبل حشوف لي اي طريقة انت بتقول ليه؟ انت مجنون ده مش بيقدر بوليس زي ما يكون بيرائب عبد الحميد بيرائب كل افراد البيت لازم اقبلها مارك سايدة نوالي رهيما عدرشيدي لكن بيسلم عليك بيقول لك الطمني هو في امان حيحاول يجي قبلك المرة الجاي اخدي تكلمين في النمر دي بس بيحرين الورق مين؟ مين؟ استاذ براهيم؟ فيش عندنا حد بالاسم دي اختي مين حضرتك؟ نوال؟ طبلح زراحة مين؟ مين؟ تليفون على شانك واستاذ براييم مين؟ 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 وانت عامل ايه؟ انا انا من بعد ما عاشت في وسطيكم بيتحسس بالوحدة اكتر من الاول انت عيشت وحدك ايبراهيم؟ الورقة اللي كتبتها لي دايما معايا وانا كمان الورقة معايا في المصحف جنب قلبي اسمع يا نوال هدومي اللي سبتها عندكم في البيت لازم تتخلصوا منها باي طريقة وفي حاجة تانية عبد الحميد قولي له ياخد باله البوليس برق لازم تنبهيه حاضر ايبراهيم هشوفك امت؟ معرف هبقى اتصر بيك بنفس الطريقة نوال خد يبارك لتكون انت كمان مترعب ما تخافش مش حنسى حاجة مع السلامة ايبراهيم اللي جابني لغايت هنا النهاردة عايزك تبلغ يا عمي انه حر يعتبر نفسه مدنيش اي وعد ليه بتقول الكلام دي عبد الحميد تعايش ترجع في كلامك؟ لا بس مش عايز اتفرد نفسي عليك في حد قالك حاجة في حد قالك انك بتفرد نفسك مفيش حد قالي حاجة بس انا عارف هي دي الحقيقة انا اخلاقي زيفس واطرام مش بعيد لو اتجاوزتك هتعايزك معي وبعدين عدتك تعايرك وتقولك اتجاوزت العامل فالح وطلع الحمارة ان شاء الله مفيش حاجة هتحصل لعبد الحميد ايه بتقول كده انت جرلك ايه؟ والله انا نفسي مش عارفين اللي جرى دي بين يوم وليل وطيرت ابتديت اشوف حاجات ما كنتش عايفة قبل كده هي دي الحقيقة يا سامي الحقيقة اللي في انتهى اخيرا لما كنت في مكتب الزهت اللي اسمه همان بيه على كل حال الحكاية انتهت على خير والحمد لله انت ما تكلمتش تعرفي دي ما تكلمتش يا سامي عشان حسيت ان انا زاير انا نزلت من هنا زعلان على كرمتي معمي نسيت ان الشخص اللي كنت هبلغ عنه اتطحى بنفسه واسترخص حياته بسبيل كرمتي وكرمت بكرامتها كلها تبتكري هو ده مش بحجي كله اوه تبتكري هو ده مش بحجي كله اوه 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 ان تبتكري هو ده مش بحجي كله احب دوش ده oh اوه اسم يقول احب هم hockey احب لقineesامي موسیقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 تشايف التكسير أفنك ده؟ هو اللي حيوصلك لإبراهيم حتوديني فن من فضلك تحبي توحفين؟ إبراهيم خليك إزاي ما أنت عشان ما دي الفتيش الأنظار إزاي كناويل؟ الحمد لله، إزاي كنت؟ إزاي ما أنت شايفة، بايت سواء تكس على آخر الزمن أنا آسف يا نويل، كنت أتمنى أقبلك في ظروف غيرتي وأمشي معك في أي شارع خوصة الناس، أنا وإنتي وإيدي في إيدك لكن عبلي، مش قادر حتى ألتفتلك إلا من وقت للتاني معلاش يا إبراهيم، المهم أننا تقبلنا، فكر الظروف دي كلها تتغير بكرة، بكرة حكون في إسكندرية، أنا ويل بكرة؟ أي، وبعد كده حسيب مصر، حسفر بره لحد الأمومات، صلح أعرفك، ما تعيتيش أنا ويل أعذرني يا إبراهيم، أنت متعرفش إبودك في البيت كان إيه بالنسبال؟ ولما سبت هنا كده فقه، بايت، أنا مش عارفة أعملي لما أسفر انت كنت عارفة انا حمشي في يوم من الايام عارفة لكن مش بايدي على ما خلاص حدحك تاني طميني حتسافر امتى وازاي وازاي حقدر اتصل بيك انا مش عارف حروح فين ولا عندي مين مش عارف حتى زا كنت حار قاعدين يعني تي اخي مرة شوفك فيها مش قادر اصدق اننا مش هنشوفك بعد تاني الظروف اللي احنا فيها دي مصير هتتغير مصيرك بردو ترجع لأهلك ووطنك واللي بيحب الظروف دي اكيد هتتغير ملايين وملايين من الناس عايشين على الامل ده وانا واحد منهم اكيد حيجي اليوم اللي مصر تبقى في حرة لكن امتى يمكن بعد السنة يمكن بعد عشرة السنة ولا عشرة مش هتفرق بالمسبال قصدك ايه انا ولا احنا قطعنا عهضة على بعض والورقة معي في المصحف وحتبضل معي لحد ما نتقابل تاني انا حبضل من ثانياك او ده اللي مرضاش بي انت العمر كله لسه قدامك انا ولا لكن انا من زمان قوي بايع عمري مقدرش اسيبك تبني مستقبالك على امنها مجرد امنها محدش عارف امتى هتتحقق انا مليش مستقبل من غيرك يبراهيم مش هلا المستقبل يا نوال انا انساني من كم يوم ولا من كم سنة ما بقتش فاكر طرق باب بيتكم في اول ليلة من رمضان فتحته لقلوبكم واعتبرته واحد منكم وعاش معكم اربعة ايام كانت بالنسبة له العمر بحاله وبعد ما خرج من عندكم رجع زي مكان مطارد اربعة صدقيني يا نوال انا مش المستقبل انا الماضي الماضي اللي لازم تنسيه اوعديني يا نوال اوعديني انك تنسيه اوعدك اوعدك ان نومي محسيني اوعديني افوت كل يوم ا اربع في نفس النسبة عشان تبقى تطميني عليك لا تقليش كده بكرة تجاوي يروق وان شاء الله تشوفه بعض تاني انا قلبي مش مطور يا سامية أفندي يا واب تعالي يا سامية عبد الحميد كان عندي في الدوان وقال انه جاي النهاردة على سنفتر معنا يعني المرأبة تشالك؟ مرأبة ايه بنت؟ لا أبدا ولا حاجة لكن هو ما قالكش حاجة أبدا؟ لا أبدا ما قالش حاجة اسمع يا سامية انا مردتش افتحه في الدوان في موضوع خطوبتك قلت لما يجي يفتر معانا نفتحه كده بصراحة انك عبسة تفسخره فيها انا بقول يا بابا بعد اذن حضرتك طبعا ان احنا يعني يعني بلاشنا تسرع انت غيرت رائيك ولا ايه؟ مش عارف يا بابا انا متهيق لان عبد الحميد تغير احنا كنا خايفين لا يبلغ عنا لكن ما حصلش وانا انا بلغني ان هو حيشغل بعض الدهر وحيبتدي ذاكل من اول والديد كده؟ طريق يا بنتي اللي تشوفين انا عارف يا عم ان طلبت سامية في ظروف مش لطيفة وبطريقة مش لطيفة كمان انا اسف وبما انه ظروف دي عدت والحمد الله على خير انا جاي اطلبها منك تاني واملي انك ما تشعرش باي احراج يا سبحان الله تعرف بصراحة يا عبد الحميد يا بني ان احنا كلنا خايفين منك لما تعرف ان ابراهيم ساب البيت انك اني يا عم كلنا خايفين لقدانا لكن الحمد والله اتضح ان احنا الغلطنين وما كناش عارفينك يا بني والله انا كمان مكنش عارف نفسي الظهر ان الانسان مدعرفش نفسه غير بعد ما يعدي من ازمة زيدي والله يا عبد الحميدي ابني يا عمي مش ضرورة تروت عليها دوال خلوص ان انا وراي حاجة مهمة عاوزة خلاص ايه 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 انا رجعت ازاك النارون جيد حسيت ان انا مارست عاوزة كل شهر يخلص شوفي منها سايك ومالو يا ابني ربنا يهديك العلم بردو قويس وهو اسلاح تخدم به وطنك عمرك شفت شعب متعلن قدر حد يستعبنه المهمة عبد الحميدي ابني تعمل حاجة اي حالة تجتي تجتي بريك هاد هادي اخرتها قتل لكم الاولية الله تاني يا صحية ما فيز داعك كده الله مفيش حاجة احنا هنخبن ايه طريق ايه انا عارف لا ادربة سارة حاصلي محي اهرب اهرب انا ليوسباشي محمود الدباء من البوليس السياسي احلى ان وسائل بحضرتك وارد الأستاذ محي ايوه افن وده الاستاذ محي مش كده تمام افن وده الاستاذ عبد الحميد ابن اخو حضرتك لا مظبوط افن طيب مدام حصرينا الشرب بقى وتعرفنا ببعض تسمحونا نفتش البيت لا لا مجرد كده اجراء عادي لا اكثر الاقل طيب تسمح لي افضل السك معي ام باشي ام باش حاجة فضل طيب مش تفهمون ايه الحكاية ايه المناسبة ازايك يا سعب الحميد انا ما عرفكش عشان تقولي ازايك لا شيخ بس انا عرفك كويس شوفوه والله ايه ايه حلوه يفتشوك يا رب تاسعب الحميد ده اجراءه بسيط ام باش حاجة فضل طيب تفضل يا فضل دي قبتل استاذ محي مش كده ايه ايه افضل حضرتك معاك امر من يارا عشان تفتش يا سيلي ما تدقش انما القانون بيحتك قانون هو في قانون ايه وفي قانون ده عندك انت بس في الجامعة في كراس المحاضرات انما البلد دلقتي يا شاطر في حكم عسكاري ايه ايه انت تعرف فهمي عبدالعزيز فهمي عبدالعزيز ايه لا اعرفوش عزيزي فهمي عبدالعزيز حامل هذه الرسالة صديق ارجو ان تثق به ايه ايه مش خطي ايه ما يعرفش مش خطي انا عارف قانون انما يا عني ايه ايه الحكاية والله لسه من اعرفش ايه الحكاية انما برضه هنعرف تقنانو التفتيش ايه ايه انا مكلمش لو دهني وانا نيارا انت فارق فضع الرئيز من ايه بارفوش خلينا اصحاره مان ليسوا مطلوب في الوراء اللي ايتها على مكتبك بارفوش بارفوش تحب افكرك يا محي اه فكروا او باشي بارفوش 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 يا valves الزاكا عبد الفوش الزاكا اخوة بله انت ما كنتش عارقisierung المكان اللي كان مستخبي فيه ابراين حنگ لا انت مش جيت هنا مرة بعض الكده فوقت انت شهفتو شهفتو لكن مكنش عارق Sc vive ه mouths اشتركوا في القناة 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 موسيقى زي ما فهمتك لو عدت جيب سيرة لبغيم ان موحيو عبد الحميد قبض عليهم لا حسن لو عارف ممكن اغاير رأيو ما تخافش موسيقى مواضي البطارة اللي هتفوتك من باب الميناء كلها كم يوم وتكون في فرنسا يا برايم وترتاح لها ايا من الترديد المستمر اللي بيهدد حياتك ايه مالك؟ في حاجة شغلك يا برايم لا بدا بس بفق فيه؟ يا طرق انه اكرم ايش في فرنسا ولا موت في مصر موسيقى 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 ترى ايه يقول لي يقولك بسكليتة تركبها اتلاحنا ورشيلة مخطط ترجمة نانسي قنقر اكتب هنا لا اله الا الله بابا كل ما يجي يسافر هو وماما يكتبوا ورقة زي دي علشان يرجعوا تاني لبعض لو كان بيهمت بصحي ما كنتش نسيب البيت غير ملا ما تقول لي انت رايح فين افكر من عليك الزي ترى حتى بيتهيأني ما خايف مني يا طرعان او اكرمي اعيش في فرنسا ولا موت في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ساعات الموت يبقى سهم الحياة مين؟ أنا إبراهيم 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 أنا مستقبل أنا صديق ورا حتى جنبي أحس أني بحبه هو بيحبني عشرين سنة من غير حب من غير وطن ولا هدف وبيني وبين بلدي بحر ملوش لأول ولا آخر عشان كده رجعت انت مدام رجعت من نفسك أنا حقولك ايه البوريس أبض على محي وعبد الحميد ايه لطول ايه من امت الكلام ده من كم يوم كده يعني كنت عارف وحب سكندريا ليه موطيش ما فتكرو فيه اي دلوقتي ولا حاجة بدليل انهم اتكلموش ملوش حاجة خالص وعشان كده ما جدت لكش سيرة قلت كلها كم يوم ويفرب عنهم بكرة على بعض الحمد لله اللي ألهمني أرجع وما سفرش تصور أسافران واسيب محي وعبد الحميد يتعذروا عشان خطري دولناس عمرهم ما اشتغلوا بالسياسة وسكتهم وعذابهم وآلامهم معناها انهم مؤمنين بنا دولهم الشعب يا فتح ازاي نخون الامانة ازاي يثبت لمحي ونوال وزاهرة فندي وعبد الحميد ان استحق العذاب ده كله اللي استحملوا عشاني يا ما نفسه سلم نفسي تبقاش مجنون حتى لو سلمت نفسك مش هتضمن حاجة نرجع لهم الفدائيين تاني اللي استحق الضرب همام والدباغ وكل الشلة دي هم دول اللي حكمين البلد لو خلصنا على همام حيجل نعنع منه سيبك المسادسات ما بقتش نفع وما بيه اللي ينفع لازم الواحد يعمل عمل كبير عمل ما تقدرش تكتمه الرقابة عمل يصح البلد ويشعل الوعي الوطني في قلب كل واحد ويفتح البواب السجون لمحي والغير محي معايا أنا طب عملي معاك ام ام بالزيارة لوش لقات العباسية عشان نوصل لمخزن الزخيرة لازم نور وفصل قشقاتي كلها ناشد خليك انت هنا لو لمحت اي حاجة دينا اشارة فكرة ناعتقد سيد المنه ناعتقدكين ناعتقدان تبا شوف شوف لك مع الحارس شوف شوف لك شوف لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان من استشهد في سبيل بلاده لم يمت وان الحرية اغلى من الحياة اشتركوا في القناة